وللوقوف على آخر تطورات الأوضاع ينضم إلينا من الغوطة الشرقية الناشط الإعلامي حازم الشامي أهلا بك حازم لو تضعنا في تفاصيل القصف الذي تعرضت له مدن وبلدات الغوطة وحصيلة الضحايا نتيجة ذلك نعم مساء الخير حقيقة استمرار التصعيد على الغوطة الشرقية إلى الآن طبعا يوجد عشرات الجرحة وأيضا الضحايا بين الصفوف المدنيين في عربين ودومة جراء استمرار الضربات الجوية المتتالية على المناطق السكنية بالمقابل أيضا يوجد جرحة في عين ترما وزملكة جراء الغارات الروسية جراء البرامين المتفجرة جراء أيضا القناة الصريخ التي أطلقت واستاذة المناطق السكنية والتي تحمل مادة النابالم الحارف والمحرمة دوليا بالمقابل استخدمت مادة الفوسفور في مدينة دومة مساء الأمس تسبب ذلك حقا باشتعال منازل وأبهلها بشكل كامل جراء هذه المواد التي تستخدم اليوم ضد المدنيين طبعا سياسة أرض محروقة تستهدف المناطق السكنية يوميا يوجد عشرات ضحايا عشرات أو مئات الإصابات يسقطون في الغوطة الشرقية جراء تصعيد المتواصل بالمقابل استمرار المعارك على جبهات الشرقية من الغوطة وخاصة في محيط كفربطنة بالإضافة إلى سقبة وحمورية معارك مستمرة بين الفصائل المسلحة وأيضا القوات السورية تحاول حقيقة القوات السورية الامتدادة بالشكل أوسع في المناطق أيضا طبعا ما تدورت مقامة بالحديث في علام النظام عن تقدم في منطقة الواد في بلدة عين ترما إلى الآن هو من في حسبا فيلق الرحمن في محرك مستمرة في تلك المنطقة لم تتقدم قوات النظام مع كل ذلك تستمر عملية نزوح على هالي وأيضا الخروج من الغوطة الشرقية إلى مناطق سيطرة قوات النظام وما قامت بالإعلام به وزاة الدفاع الروسية عن خروج ما يقارب 80 ألف مدني من الغوطة الشرقية فهو صحيح وأيضا ربما يكون هناك أعداد هائلة سوف تخرج خلال الساعات القادمة وخلال الأيام القادمة طيب حازم بالنسبة للعمليات العسكرية أين تتركز؟ نعم بالنسبة للعمليات العسكرية كما ذكرنا تتركز في منطقة كفربطمة وأيضا حمورية هذه أهم المحاور بالإضافة إلى منطقة مديرة وأيضا منطقة مسرابة طبعا يعني عمليات معارك كروفر تدور بين الطرفين في هذه المحاور لا نستطيع حقيقة توضيح المرسوم الخريطة في تلك المنطقة لأن حقيقة لا يوجد فصيل أو قوات عسكرية هي تسيطر في هذه اللحظات نستطيع أن نقول بأنها تسيطر بشكل كامل على المناطق نعم من الغوطة الشرقية ناشط الإعلامي حازم الشامي شكرا لك شكرا لك